أكدت تونس وموريتانيا مشاركة الرئيسين قيس سعيد ومحمد ويلزيشيخ الغزواني في القمة الأمريكية الأفريقية التي ستنطلق يوم ثلاثاء في واشنطن وتأمل الدول المغاربية خلال هذه القمة إلى مناقشة الملافات التي تهم شعوب المنطقة منها الأمن والاستثمارات ودعم استقرار المنطقة حضور تونسي وموريتاني على مستوى الرؤساء في القمة الأمريكية الأفريقية التي تنظمها الإدارة الأمريكية في واشنطن فقد بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد زيارة إلى الولايات المتحدة تستمر أربعة أيام للمشاركة في القمة الأمريكية الأفريقية بحسب ما أفادت به الرئاسة التونسية وأضافت أن زيارة سعيد جاءت إثر دعوة من الرئيس جو بايدن للمشاركة في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة وإفريقية التي ستنعقد في واشنطن بدوره وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى واشنطن للمشاركة في أشغال القمة الأمريكية الإفريقية بحسب ما أكدته الرئاسة الموريتانية وتشارك الدول المغاربية في هذه القمة أملا في منقشة القضايا التي تهمها في محاولة لإيجاد حلول للأزمات المتعددة إضافة إلى تقوية علاقاتها مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والعسكرية فبالنسبة لتونس قد تكون القمة الأمريكية الإفريقية فرصة لقيس سعيد لبحث دعم أمريكي لبلاده في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد غير أن ذلك قد يكون أمرا صعبا في ظل إعلان الإدارة الأمريكية دعمها لما تصفه بتطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية شفافة تخضع للمساءلة وتراهن ليبيا على دور الولايات المتحدة في دعم الاستقرار فيها وإنجاح المسار السياسي الذي يهدف إلى حل الأزمة الليبية أما المغرب الذي يملك علاقات قوية مع الولايات المتحدة فإن القمة قد تكون فرصة لتعزيز هذه العلاقات خاصة في المجالين الاقتصادي والعسكري الجزائر التي تسعى إلى تنويع علاقاتها مع الدول الكبرى قد تشكل لها القمة الأمريكية الإفريقية فرصة لجلب مزيد من فرص الاستثمار خاصة في مجالات خارج قطاع المحروقات لمناقشة هذا الموضوع انضم إلينا من واشنطن عبر شبكة سكايب ديفيد شينة ديبلوماسي الأمريكي السابق والباحث في شؤون القرن الإفريقي أستاذ ديفيد برأيك ما أهمية هذه القمة تحديدا هنا في واشنطن من أهم ما في القمة مجرد حدوثها هي القمة الأمريكية الإفريقية الثانية من نوعها الأولى كانت في العام 2014 مع إدارة الرئيس السابق أوباما وبتالي مرت فترة طويلة قبل هذه القمة الثانية أعتقد أن تركيز القمة مهم لناحية التركيز على التجارة والاستثمار والقادة الشباب في إفريقيا والأمن والتغير المناخي وبعض المواضيع المستجدة منها التعاون الفضائي مع الدول الأفريقية ما الذي يمكن لأمريكا أن تفعله أيضا لتعزيز التنمية المستدامة عبر الاستفادة من الفضاء وكيف يمكن أن تتعاون أمريكا مع الدول الأفريقية حول هذا الموضوع أعتقد سيستفيد الجميع قبل نهاية القمة ذكرت أستاذ ديفيد بأن هناك فترة طويلة مرت منذ القمة الأولى عام 2014 حتى اليوم خلال عهد الرئيس باراك أوباما ثماني سنوات يعني فترة طويلة لماذا هذا الفرق برأيك بين القمة الأولى والقمة الثانية طبعا كانت هناك إدارة الرئيس ترامب وإدارة الرئيس ترامب لم تكن مهتمة جدا بقمة من هذا النوع وبالصراحة قمة الرئيس أوباما كانت الأولى لرئيس المتحدة الأمريكية مع الدول الأفريقية والإدارة التي تلت لم تنظم هكذا قمة أما إدارة الرئيس بايدن فترى أن هذه القمة مهمة ولا بد من استئنافها وتعتبر الإدارة اليوم هذه القمة فرصة مهمة هناك أيضا بعض الدول ومنها تلك الدول التي ستكون موجودة تونس وعلى رأسها الرئيس التونسي قيس السعيد الذي يأمل أن يكون هناك دعم أمريكي لبلاده في ظل الظروف التي تمر بها تونس ولكن إلى أي مدى هذا الموضوع قد يكون صعبا في ظل إعلان الإدارة الأمريكية دعمها لما وصفته بتطلعات الشعب التونسي لأن تكون هناك حكومة ديمقراطية شفافة تخضع على المسائلة الولايات المتحدة الأمريكية ستشدد على الحوكمة الديمقراطية والشفافية طوال هذا المؤتمر والأمر لا يتعلق فقط بتونس أمريكا لديها علاقة جيدة مع دول المغرب بما فيها تونس وأعتقد أنها ستركز في قمة واشنطن على هذا الموضوع لا نعرف ما هي الشؤون الثنائية التي سيتم التناقش بها ستكون هناك مستويات مرتفعة لمختلف الاجتماعات التي ستعقدها الوفود مع القادة الأمريكيين ولا أعتقد أن هناك أي شيء مخصص لتونس ولكن ستكون هناك اجتماعات رفيعة للمستويات ماذا عن دور ليبيا؟ ليبيا تراهن على دور الولايات المتحدة على دعم الاستقرار فيها وبالتالي أيضا إنجاح المسار السياسي الذي يهدف إلى حل الأزمة الليبية إلى أي مدى فعلا ستكون هذه القمة مكانا لمناقشة هذا الموضوع على الرغم من وجود اهتمام أمريكي ومبعوث خاص إلى ليبيا لبحث هذه الشؤون عادة الأمر يعتمد على الاجتماعات الثنائية بين الوفد الليبي والمسؤولين الأمريكيين المؤتمر بحد ذاته ليس المكان الملائم لحل النزاعات الإفريقية هناك الكثير من المشاركين هناك مصالح كثيرة تمثل في الوقت ذاته في القاعة وبالتالي على مستوى المؤتمر لا توقع أن يكون هناك أي إنجاز يتعلق بليبيا أو بأي من الصراعات المتعقدة أما على مستوى اللقاءات الثنائية فمن الممكن أن يحرز بعض التقدم وأمريكا طبعا لديها فرصة الاستماع إلى مواقف الوفد الليبي والوفود الأخرى من دول إفريقيا الشمالية الباحث في شؤون القرن الأفريقي وديبلوماسي الأمريكي السابق ديفيد شين شكرا لوجودك معنا